من غلاكم من غلاكم كل خير من غلاكم كل نجمي شعي يضوي في سماكم يا هلاو النور يسري في رباكم جينا نسعى للأمان من غلاكم كم وكم ذكرى بتجمعنا معاكم في دروب الخير ما أبهى لقاكم من المتكلفين هذا راد هذا أقل شيء أقل شيء أقل شيء أقل شيء ألف ومئة أقل شيء أقل شيء ألف ومئة ومئة أقل شيء يعني نصرات براه في داخلة رجالة وهي داخلة رجال ولو جالة جاية ثانية غير يمكن يجيبها وسألتوا بلا قد بتسلفك أو الله متسلفها طيب ليش يا عبدالله هل هذا من التكلف ولا التكلف يعني لازم نوفق بين أمرين يعني الكرم غير التكلف أنت ممكن تكرم ضيفك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكن ضيفة الكرم مطلوب لكن لا يعني الكرم منك تتكلف حسب طاقة حسب قدرتك ذلك الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكرم الناس الله مصلى عليك وش حال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلفوا مفقودا لا يتكلفوا مفقود مفقود يعني ما عند الشي ما راح يتسلوا ويحطوا داود دخلوا تبت عائشة عندكم ضيف به ضيفي ذهبي لحافصة ذهبي لازين كلهم قالوا لا يتكلف ولا يتدخروا موجودا ولا يتدخروا موجودا يعني الآن كرم فعلا لا أبدو كرم شي مطلوب محمود أنا عندي في البيت لحم وطيب وجاني ضيف أروح أدوم لهم شيء لبايت ولا الشيء اللي ما أحدا يقول لا لا بحسب أنا حسب علمي يا أبو عبد الله وأنتم على فوق الخروف كأنك حبيي والله يا خروف جاس جنبك بعض الناصرة بعض يعني ما أقوله بصدق القبائل في الجزيرة العربية الموضة وصعودية خارجها بلد خليج ترى لو ما تذبح لخروف يزعر وينهابل وبعض القبائل بعد مو بيابون خروف يابون التيس صغير تعرف التيس صغير يحبونه تذبح لتيس طيب أنا ما أقدر لا ألف الخروف ولا التيس أنتوا تذكرون حديث أبو طلحة نعم وش قال الرسول بالنص يوم جاء وضيف والرسول ما عنده ما يكرم الضيف لقد عجب لا لا هماي عنده ما يكرم الضيف قال من يكرم هذا الضيف من يكرم ضيفة ضيفة رسول الله أبو طلحة أبو طلحة أخذ يوم رح يرمتها قال يا أم طلحة عطينا الطعام الضيف جاء لازم نكرمه قال يا أبو طلحة ما عندي ماهن شيء إلا الطعام الصبية كان إجلاهيهم وسليهم ويجيبي الطعام للضيف وحتوا الطعام وفي روايا الخصيراج وقعد يأكل الضيف الله الله رضى عنها الصليحة لل sme و الله ما رضى الله عجب اللهم صلعكم. يا صلى الله عليه وسلم قال يا بطالحة رسولتك يا بطالحة ما بعد بضيفكم ايه. قال يا رسول الله كرمناه بماشى. يعني اللي عندنا اعطيناه. قال والله لقد عجب الله مصنيعكم البارحة. والله. واش قدم لهم؟ بضيفكم البارحة. ضيفكم بارحة. طعموا اش شو? طعم الاطفال. الان ما يبي اللي خروف يزعل. ويطلق وروح يجيب الخروف. وعليه الطلاق. انما تاكل الخروف. يا خري ما ايه. وتلقي قد و حتى حاله. الان لما اجي الخروف تلقى التاس خل نطلق الخروف ذا نطلق الان وشوف يجينا تاس الان. للأسف والله للأسف اقولها بمرارة كم من الاخوة للأسف اقولها بكل مرارة. اذا جاء الخروف شوفها راح الخروف. شوف هذا. لا طب في المسبح الله بزيت روح تنقض الخروفة الحين. شوف ها التاس ده. هذا حبيب. هذا التاس صغير حين. بعض الناس صراحة لو ما تذبح له تاس. ها ما اقدر لا على خروف ولا على تيس. لازم خروف تيس والحمد الله. لا والله. الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله. لا بعض الناس الله يهديهم يصلحهم. احنا لو تجيب له لحم. تجيب له كيلوين او ثلاثة كيلو وانتو ثلاثة جفين. طيب انا سالك عبدالله. ابو عبدالله شيخ خاد. الله قال لا يكلف الله نفسنا ايش. وسعها. الا وسعها. هذف العبادات والعادات واللي بس في العبادات. الا ما اتاها. طيب هذا في العادات والعبادات ولا بس في العبادات? حتى في العادات. حتى في كل امور الدنيا. يعني واحد ما يقدر يصلي قايم. ما يقدر يسوم رمضان. يفطر. طيب ما اقدر اكمل رائفي الا بعندي الطعام اللي عندي. الان لو عطيتها تيس ولا ما اذبحتها الخروف ولا التيس. ايه. ايه. اوه لو اجيب لبعد ما يسمونها بالانجلينزي. ايوه. اعرفونا اوه دجاجة. اوه دجاجة. اتعارفونا. ايه. يعني خلط لقى التيس وجينا دجاجة. يا عبد اصلاح. امسك الخروف. ابنك التيس لا يهج. امسك مع اذنية الله. يرزق عنز مباركة. قول امين. قول امين الله يزوج عنز. اهزين? الاحين وين الدجاجة? خال الادم يجي من الدجاجة. طيب يزعلون. والله يزعلون. وين الدجاجة يا ادم? يزعلون والله لو لو ما تذبح له. خروف الله. طيب شريخي ليش? ليش اكلف نفسي? ليش اكلف اخوي? ازعل. ذبح لي. ما حط لي. وشوون بقصاي. ترى بالناس. المشكلة المشكلة. المشكلة. المشكلة ما ينفي هذه الان. مشكلة الان في الاسراف الزايد بعد. يعني الكرم. هنقول الواحد يكرم ضيفه. ما فيها هذه من يعني العادات المحمودة. ومن العادات اللي حث عليها الشرع يعني. والسلام. لكن صار في زيادة الان. الان وصل للمسألة انه يعني فيه موائد تمد ما حد يجلس عليها. مهايط. مهايط. وغير كذا. ليتها الان تأخذ وتعطى الفقر على المساكين. لا ترمى في الزبائل. عارت كيف? في الزبائل. ترمى في الزبائل. شايف يالله. والله يا اخي انا يعني نخشى ان الله سبحانه وتعالى يعني يغضب علينا بهذا. اخوة لا وصارت تصور وتنشر. وان بعض ايام يختل حتى الاوقات. يعني انت في عندنا مجاعة وننشر للمجاعة ونشوف المجاعة قدامنا ونشوف الحروب ونشوف ان اخوانا ينادونا من كل مكان. ويريدون. ثم من يجيك من يقول لك حاط الله بعيرين اخر كذا. ومنطل النفاطيح عليه. واجلسوا كلا. وجلسين ثلاثة عليه. ثلاثة. ثلاثة. يا اخي استغفر الله العظيم. هذه ممكننا بعض ايام ربما تصاب بعقوبة. يا ابو عبدالله. لكن لكن خلونا في هذه. اه. انا بذكر احد الاخوات زهر الله خير. حط يعني اكل وذبيحة اكثر من ذبيحة. ايه. فكلمته قال لا ابشرك. والله ما يروح منها ولا شي. ان هذه كلها تحفظ وتوزع الفقرة. احيانا يقول اتعمد ان يكثر الاكل لاني وزع الفقرة. ما شاء الله ها. بهذه النية اجزاء الله خير. ليه? لكن ايه? ها? لاني فوزع الفقرة. ايه? لان الكرم بالخروف والعجل اصل في الشرح. لان احا فراغة الى اهله فجاء بعجل السمين. بعجل ملائكة اللي جو. يعني قل ثلاثة قل اربعة. انتم معهم. فطربه اليهم قال الا تأكل. انا ملائكة. فهو جسمين الخافة قال لا تأخف. يعني عنا ملائكة. الشاهد انه لا فأسه مسل ما قلت لك ان اهل رجال ذا قبل لي على رأسه. تقول حط لي خروف كامل وانا ومعي خويه صح اثنين. وبعطيك امرأة بعد. ايه مختدر صح? ايه. ورجان ذو قدرة صح? صح. وثلاثا لا تكفز باله او لا ترمى في طرف الحارة. ابعطيك امرأة ثانية تجربة. تجربة جميلة اسمع ابو عبدالله. ايه. هذه المرأة عرض كيف? عندها الله يسلمك علب هذه القصدير. ايه. وعندها وليمة. ايه. وتضع على الوليمة تقول لا تأخذ اكثر من حاجتك. سنحتفظ بالطعام ونوزع على الفقراء. عندها علب قصدير. ايه. تاخذ الاكل النظيف وتوزع على علب القصدير وتغلفة. وتوزع على الفقراء وعلى الحطات. الله تعالى حطلنا قاعدة. ايوه. سورة الانعام. يا الذين امنوا. يا بني ادم. يا بني ادم. كلوا. كلوا واشربوا ولا توسروا. ان الله. القال سبحانه وتعالى ينفق لي وساعة. من ساعة. من ساعة. انت الان عندك قدرة. الحمد الله يوفقك. يسعدك. احسن. متاز. لكني اروح اتحمل حمالة. صح. اكلم فلان. صح. ودين. واجركب على نفسي اشياء. وش حد. ثم تضطرني اني ربما اخر ناس. واضلم ناس. ثم بعجل اني اطاه بالواتفر. يا شيخي بعض الناس لو يجيك بالعشرة تحط لها تون وزيتون ومربى وقشرة. اوه قام هنا حق. شاه هربك مجالس يحط لك. وقشرة وزيتون ومربى. منا زينة ومزينة. وجوبنا زينة ومزينة. نواشف يعني. نواشف نسميها. اه. يوه يا ويلك يا سواد ليلك. ما حط لنا ذبيحة. هالقرد هالبخيل. شكرت بخير يا اخوي هذا اكل نعمة. وهذه طاقة. يؤثر عن الشيخ عزم بس. اينا. احد طلبة العلم. قال كان في الطائف الشيخ. حلو. ويعني خلص من درسه. حلو. وهذا الطالب علم قال ابامشي. استعدى من الشيخ غير ابامشي يا شيخ. عشان عندي رحلة. حلو. لزم عليه الشيخ على العشرة. حلو. شفت كيف? يقول لزم عليه العشرة. قلت انا اكيد يعني الشيخ حط عشرة كل ليلة. قال والله واستجبت للشيخ رحمة الله عليه. وعلى اموات المسلمين علمانه وجميع اموات المسلمين. يقول لهم جيت العشرة ولا عشرة الشيخ فول وخبز تميس. الله اكبر. يقول ما فيه تكلف. الفول اذا خلص الفول. يقول سبحان الله يعني الشيخ ما هو يعني اه. هو مرتبة وزير طبعا. نعم. يعني. وعندها الخدرة. لكن يقول هو قال الله ايش? قال الله يحييك على عشانة. عشانة. شفر قال الله يحييك على عشانة. عشانة. ايه. فعشاه ما غيره ما تكلف. لما صارت هاي عائدة الشيخ صارت مقبولة منه اللي غير مقبولة. مقبولة جدا. تقبل منه يعني. لا وبعدين ليس ليس هذا بخنا في 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 الشيخ. احسنت هذا التكلم عنه. كل مائدة غدا وعشاء ما يمكن اللي يجلس عليه حد. هذي معروفة عن الشيخ رحمة الله عليه. الله يا اخوان يا لكن غير بغير تكلف. يا انا ودي الدجاجة بس ما جابت الجدادة طاها ليس مصور يقول الدجاجة. خليل اسف يا اخي والله لو يحط دجاجة بعض الناس. هلون الدجاجة نعمولة من حميش يا. يقول بعض الناس حتى حي امثال جميلة. اي. لان بعض الناس يكرمك ثم يحط لك ذبيحة وتشوفها مكشير. ام. وتشوفها ضايق وصدرت عشانه مكتوم. اي 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 واذكن اه لا يتصل عليه رأيها. مطبخ ويسدد ما سدد. والله الجرح مطبخ انه مسدد واحد. قال يقول السودانين. بليلا بشر. اي. ولا ذبيحة مكشر. السودانيين. اي. وش قل مصريين? شو قل مصريين? والمصريين يقول لائيني ولا تغديني. ولا تغديني. لائين ولا تغديني. وين الدجاجة الضهة? فالشاهد يا اخوان. والله وبالله وتالله. ان الله سبحانه وتعالى امرنا بان لا نتكلف. في امور عبادات وركان الاسلام من حج وصيام صح. اقول الله عن الناس حج البيت من? استطح. استطح على نفسي. الله صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيته الى كراعي ايش? اجبت. اجبت. وش الكراعي يا شيخ حسن? هذا يد. هذا حقه العنس اليد. هو الرسول اشرف الامة. اشرف الامة. وبعض الناس مثل ما قلتك فهذاك نرجع ونقول والله وبالله وتالله ما اجمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا زين هدي محمد. انا اتكلم عن نفسي من يوم انا شاب من الان كبرت. الله حط ضيوف اللي يقدر عليه. ولا الزم نفسي باني اذبح ولا اصلق. صحي وكل اما يقوله اتكلم ما يتخل. لاننا في اكرام يريد وجه الله. كم بعض الناس يعد الله يد بحلى تبيحة صح? صح له ابدا الله. واذا خلصوا وراحوا وكل جاء وجاء الله لا يوفقهم. جاءوا وكلفوني. جاءوا وكلفوني الله لا يوفقهم. احوذ بالله. اذا لازم احنا نعمل موازنة. بين الاكرام وعدم التكلف. اه مابل عزيز. ايه. انه يقول سوي موازنة بين الاكرام. عدم التكلف. الاكرام هذه يعني سنة ابونا أبينا إبراهيم والشرع حث على الإكرام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وليكرم ضيفة وكرم النفس هذا يعود لسان ابتعاد عن الشح والبخل لكن في نفس الوقت لا نكن من المتكلفين نبتعد عن التكلف ونبتعد عن تحميل النفس ما لا طاقة لنا به دقيقة لك ودقيقة لي دقيقة لي أنا أكون وأنا مالي دقيقة أقول الإكرام هي صفة جميلة وهي من أفضل الصفات والكريم هذا محبوب عند الله وعند الناس والأكستر البخل هذا ذميمة جدا وهذا الشخص هذا مذموم عند الله وعند الناس لكن نجعلها موازنة لس إن ما نبغى الطهبة له الهياط ولا نبغى إلا هو الإسراف يبقى أرجو المصور يود الكابرة على خارف قاعد يجب نفسه بمراية سبحان الله قاعد ينظر يقول ما أقول هذا أنا رب يبكني من موت حطنا الكاميرا تكفى خلنا الصغيري ضحك وليا مصور شف الكاميرا قاعد ينظر بمراية هو خارف أنا سأل الله نقول أمين ليهديني الخير هدي وهو هدي محمد وسلم ونجن من الشر البخل كان رسول يقول عوذ بالله من الهم والحزن والبخل والجبل ونجعلنا كرة ما على هدي محمد وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم يا هلاو النور يسري في رباكم جينا نسعى للأمان من غلاكم كم وكم ذكرى بتجمعنا معاكم في دروب الخير ما أبهى لقاكم اشتركوا في القناة